يقول هذا السائل كثرة بين المسلمين المحبة أو محبة بعضهم لبعض من أجل أمر دنيوي لا علاقة له بالدين هل من كلمة توجهية من فضيلة الشيخ صالح؟ هذا ما من الطبيعة أن الإنسان يحب من أحسن إليه ويبغي المنساء إليه هذا حب طبيعي ولكن المحبة الدينية أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله عز وجل لا تحبه من أجل طمع دنيا أو رجى ما عنده من المال إنما تحبه لأنه مؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تحابوا ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أما الذي لا يحب المرء إلا لأجل الدنيا فهذه محبة ليس فيها ثواب وإذا كان الذي يحبه من أجل الدنيا عاصيا لله فإنه يأثم على محبته له وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول من أبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صار غالب حب الناس من أجل أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أنا